درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا فيديو اليوم لطلاب أولى عدادي وهو عبارة عن شرح وحل تدريبات الوحدة العاشرة الدرسين الثالث والرابع طبعا أنا بشكر كل متابعي قناة دروس ببلاش وبتحملوني كتير كتير على الفيديوهات الطويلة آآ شوية آآ في الفيديوهات الطويلة دي خلي بالك فيها مصلحتك لأن في الفيديو بنشوف كل حاجة بنقرأ كل الكلمات بما فيها جزء الريدنج بنقول كل التعبيرات ونحل كل التدريبات طبعا بالإضافة إلى جزئية الجرامر طبعا النهار ده فيديو مميز إن شاء الله Are you ready؟ يالله نبتدي طبعا برضو هقولك ما تنساش تشترك معنا في جروب أولى عدادي دروس ببلاش كل مواد على الفيسبوك هسيب لك الرابط في صندوق الوصفة ما تيجي نبدأ مع بعض يا مستر واجد نقرأ الكلمات خلي بالك جميع الكلمات جميع التدريبات زي ما أنا قلتلك طبعا الجزئية اللغة العربية دي طبعا أنا أسيبها لك تقراها أنا أرى لك الكلمات باللغة الإنجليزية مرة أو اتنين على حسب صعوبة الكلمة عندي electricity electricity drone drone لطائرة بدون طيار third or 3D printer 3D printer طابعة ثلاثية الأبعاد safer accident 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 warm warm طبعا دي صفة space space cool 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 خليك cool كده لطيف material 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 driverless car driverless درايفلس car اللي السيارة بدون ساقق طبعا اللي متابعنا في كتاب المؤاصر معلش أنسيت أقول يعني اللي هو موجود عندك في كتاب المؤاصر صفحة 181 electric car electric car solar panels solar panels robot robot swimming pool swimming pool architect architect اللي هو مهندس معماري wind turbines turbines خلي بالك الكلمة دي نطقها turbines الأمريكان بيقولوا turbines الانجليز يقولوا turbines يبقى wind the turbines or where the turbines turbines توربينات الرياح محركات تعمل بقوة الرياح machine machine earth rocket rocket earthquake earthquake moon igloo igloo لمنزل ايه من الجليد ما زلنا مستمرين في صفحة 181 عندي lesson 3 نبدأ كلمات وعندي sign sign خلي بالك يعني علامة أو إشارة خلي بالك عندك g silent petrol petrol produce produce change change طبعا إذا كانت verb or noun طبعا لو verb يعني يغير أو يتغير اذا كانت noun فهو تغيير عندي روبوت teacher روبوت teacher podcast podcast guest guest recycle recycle apartment apartment يعني شقة زي كلمة flat كده parcels parcels والتك عالب شوية predictions 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 طبعا predict يعني تنبع خلي بك درس الجرامر بتاع ده النهار ده جامد evidence evidence culture culture charger 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 presenter 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 التك عالب شوية زي ما بقولك land telephone land telephone اللي هو تليفون ارضي او لا في حاجة اسمها land line اللي هو الخط الاردي يعني palm tree palm tree يعني ايه نخلة طبعا بعد كده هتقلب الصفحة عندك صفحة مية اتنين وتمانين lesson four area area suddenly suddenly طبعا ال-adv يعني adverb temperature temperature ground ground reason reason سبب او مبرر quieter quieter يعني اكثر هدوءا عندي بعد كده مونغوليا مونغوليا اللي جمهورية ايه منغوليا طبعا دي دولة اه في اه اه في اه 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 دولة سحلية في اسر الوسطى يعني عندي بوركينا فاسو بوركينا فاسو طبعا دي دولة غرب افريقيا اه كندا كندا cheaper cheaper project والتك على البر زي ما بقولك project بعد كده يورت يورت لخيمة دائرية الشكل نيج بعد كده عندي shapes shapes يعني اشكال خلي بالك اللي هنا الاس sound square square يعني ايه مربع square يعني ايه مربع عندي circle يعني دائرة خلي بالك دول nouns بعد كده rectangle rectangle يعني اللي هي ايه مستطيل عندك الاشكال ايه عندك triangle triangle المثلث نيج بعد كده لتصريف الافعال الغير منتظمة طبعا ما فيش عندي غير فعل واحد هنا موجود عندي conjugation of regal verbs اللي عندي drive يقول drove driven drive drove driven نفس الصفحة نلاقي words and opposites الكلمات والحاكس بتاعها خلي بالك احنا بمنسيبش حاجة زي ما قلتلك عندي word and opposite الكلمة واكسها عندي ordinary ordinary special special positive negative positive negative agree disagree traditional modern traditional modern طبعا عندي جزئية study these definitions ادرس هذه التعريفات طبعا التعريفات دي من القاموس ولكن انا مش هقعد اخليك تقول يعني اقولك احفظ كلمة cool تعريفها يعني ايه كلمة drone يعني ايه كلمة earthquake يعني ايه ولكن دي بتستفيد فيها في جزئية الاختيار الاختيار متعدد خلي بالك انا عايزك تبقى عارف على الاقل انت الكلمة دي معناها ايه باللغة العربية السليمة عندك cool مثلا cool يعني بارد يعني بارد او سائع بس مش قوي يعني اللي هي cool يعني بارد خلي بالك هتجي لك في جزئية choose بعد شوية كلمة cool وكلمة warm warm يعني دافع temperature that is hot بس يعني مش حر قوي احنا بنقول عادي دافع دول هنشوف هيجو ازاي في جزئية choose طبعا واقص على ذلك كله طبعا عندك drone اللي هي طائرة تعمل بالتحكم من العرض اللي هي بدون طيار عندي earthquake عندي عندي بعد كده طبعا اغلو اه هاوس ميد اوف ايس اند سنو هنا مسلا يجي لك في choose اقولك ويفتح قوس ويدي لك اربع اختيارات انت تختار اغلو منهم عندك wind turbine or wind turbine دي تربين الرياح عندي solar panel solar panel اللي هو اللوح الخلية ايه الشمسية نيجي بعد كده مكملين هذي الجزئية برضو في الصفحة اللي جنبهاها صفحة مية تلاتة وتمانين عندي driveless car خلي بالك اللي هنا ال l e s s هنا بتعطي معنى العكس اهو نشوف دلوقتي بالتفصيل بعض الكلمات اللي بتنتهي ب l e s s driveless car a car that can drive itself اللي السيارة بدون ساق without a driver without a driver يعني بدون ايه ساق عندي space an area that you can move around in يعني ده مساحة او فراغ بتتحرك فيه عندك rocket يعني صاروخ خلي بالك rocket يعني صاروخ racket طبعا يعني مضرب في عندك اه 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 وهنا racket يعني صاروخ خلي بالك rocket يعني صاروخ اه في كلمة rocket اللي الصخرة اه وراكت كمان طبعا دي كلمات متشابهة ايه في النطق اه المعنى طبعا عندنا هنا راكت يعني ايه صاروخ عندي جزئية الريدنج زي ما احنا اتفقنا اه موجودة صفحة مية اربعة وتمانين عندي ريدنج تبعا اتفقنا تبعا اتفقنا تبعا تبعا الكلام ده يعني موجود صفحة تسعة وتلاتين في كتاب المدرسة عندي اه الاجازات على سطح القمر عندي في الفين وتمانين ان شاء الله يعني خلي بالك أنأخذ جزئية الفيوتر في الجرامر تابعني علشان جزئية الجرامر مهمة جدا هتطلع الأمر يا أمر هيكون هناك في صواريخ اللي هو تغادر الكرة الأرضية كل يوم الكلام ده هيكون بسرعة جدا خلي بالك أن نستخدم ويل الفيوتر النهاردة زي ما خدنا قبل كده ويل في يونت ناين خدنا جوينج تو تعبير على المستقبل النهاردة ناخد حاجة جديدة اللي هي العربيات السيارات للتسيير بدون ساق in twenty eighty people will not drive a car مش هي يعني الكلام ده الفين وتمانين مش أنسو عربيات خالص we will all have a driveless car كلنا هيكون معنا سيارات بلا سائق they will be safer هتكون الموضوع safer يعني أكثر أمينا and there will not be any accidents مش هيكون في أي حوادث students will read a book or watch TV when a computer on the car drives them to school يعني بيقولك أن الطلبة بقى هيقروا ويقروا الكتاب أو يتفرجوا على التلفزيون لما بيكون فيه كمبيوتر برضو في هذه السيارة drives them to a school يقودهم إلى المدرسة نيجي بعد كده لجزئية reading on lesson for sb page 40 خلي باك احنا قلنا ما بينسيبش حاجة عندك an igloo in canada وقادي هذا الشكل وبعد كده a yort in mongolia وعندي around house in burkina faso وبعد كده around house in siwa هنتكلم عن هذه الجزئية طيب عندي around houses around the world طبعا كلمة around يعني شكل ايه وقدا شكل ايه دائري طيب عندي هنا many traditional houses in the past were around يعني معظم المنازل القديمة التقليدية يعني كانت في الماضي ايه round round يعني ايه دائرية أو بشكل دائري يعني today اليوم يعني في هذه الفترة many modern هنا modern يعني حديث modern houses are also round برضو دائرية why is this ليه الكلام ده there are lots of reasons هناك كثير من الاسباب أو المبررات around shape الشكل الدائري ده means بيعني the building is very strong بيكون قوي جدا this is important الحاجة دي مهمة جدا when there is an earthquake لما هناك يكون مثلا في زلزال or in strong winds أو في رياح عاتية رياح شديدة also ايضا have snow have snow المطر الشديد or rain أو المطر يعني snow التلج سوري يعني أو الأمطار الشديدة will fall from the roof تنزل ايه من السقف يعني around the house البيت الدائري ده is also easier to keep warm or cool يعني ممكن يحتفظ يعني بيبقى يحتفظ بالجو المكان بيبقى دافئ يعني it's also quieter بيبقى أكثر هدوءا inside around building than a building that is a rectangle بقى أكثر من البيوت أو المنازل اللي بتكون على شكل مستطيل مستطيل الشكل يعني or square أو مربع الشكل finally في الآخر وأخيرا وليس آخرا around building المبنى الدائري ده uses fewer materials بيستخدم يعني خامات أو مواد أقل so it's cheaper to move يعني الحاجة دي بتكون أرخص إننا cheaper to make إننا إيه أرخص في البناء it also has more space inside side وبرضو بتكون فيها مساحة كافية أو أوسع من الداخل how fantastic يا لها من شيء رائع نيجي بعد كده للجزئية general on reading and listening خلي بالك أنا عاوزك تصحصح لك الجزئية دي لأن إحنا بنقول كل حاجة زي بنقول تلك عندك electricity و electric electricity اللي هي الكهرباء نفسها اللي هي دي خلي بالك any يعني noun مثلا عندي هنا جملة the high damn produces electricity يعني اللي بيتم توليد الكهرباء من السد العالي يبقى هنا electricity يعني كهرباء أما كلمة electric electric يعني كهربي ودي صفة عندي electric people will all use electric cars يعني الناس سوف يستخدمون electric cars السيارات الكهربائية ننتقل بعد كده الصفحة 187 طبعا اللي متابعنا في كتاب المواصر ولو مش متابعنا في كتاب المواصر ممكن تستخدم أي كتاب ما فيش مشكلة أنا يهمني إن المعلومة توصلك المعلومة موجودة في أي كتاب ولكن هي اللي بيختلف في طريقة العرض عندي number two عندي sign sign يعني لفتأ أو لوحة أرشادية خلي بالك أنا g silent أما طبعا خلي بالك g silent لما يبقى g n في الآخر بتبقى g silent لكن هنا signal signal هنا g بتتنطق لإني g تكملة بعدها بعد l n في l فدي تتنطق sign ودي تتنطق signal sign this sign means you must not smoke here إلا فتأ دي يعني ممنوع أنك تدخل هنا أما signal إشارة ضوئية أو صوتية have you he gave me a signal to start driving إشارة إن أنا أبدأ القيادة عندي solar وعندي lunar solar و lunar solar يعني شمسي ود صفة people use solar energy طاقة الشمسية in the future people will use solar energy in the future عندي lunar برضو هنا عندك السنة القمرية اللي بنوضي السنة القمرية the lunar year is different from the year on the earth يبقى عندي solar وعندي lunar عندي number four لاحظ خلي بالك المقطع less زي ما نقولت لك زي كلمة driveless homeless hopeless useless بتعطي بدون او معنى نفي معنى نفي او بدون لمولك driveless car يعني a car without driver a homeless child يعني الطفل متشرد without or a child who has no house يعني ملهوش بيت a useless plane يعني خطة ما لهاش يعني لا فائدة لها a plan with no use لا فائدة منها زي مسلا ممكن نقول hopeless hopeless يعني hopeless case يعني حالة ما يقوس ايه منها نيجي بعد كده لنمبر 5 عندي afraid afraid خائف لوحدها afraid of خائف من بس خائف من ممكن يجي بعدها noun or verb plus ng يعني باسم خائف من الثعابين انا بخاف من الكلاب مسلا عندك اشرف يعني اشرف بيخاف من الطيران خلي بالك هنا انا ممكن يجي بعدها noun اللي قلنا snake dogs ايا كان وبعد كده اشرف is afraid of flying اللي هو الفعل مضاف ممكن afraid to يجي بعدها infinitive don't be afraid to suppress your own ideas يعني كلمة afraid of هنا خائف من or sorry يعني يعني هنا don't be afraid ما تخاف ش كده انك to suppress your own ideas تعبر عن افكارك الخاصة afraid ممكن تبقى بمعنى sorry او اسف can I speak to Sarah please ممكن اتكلم لصارا oh I'm afraid she is مع كلمة afraid هنا مش بتقول انا خايف هي مش موجودة او هي برا لا يعني I'm sorry she is out or she is not here بعد كده خلي بالك من الجزئية دي برضو دي مهمة عندك round عندك sorry عندك round وعندك around round وإيه around كلمة round دي adjective دي صفة دائري او مستدير خلي بالك دي صفة many traditional houses in the past round يعني معظمة البيوت التقليدية دي كان زمان كانت ايه around خلي بالك round هنا صفة اما كلمة around دي adverb دي ظرف خلي بالك هنا في a برضو مرتبطة بالكلمة بوشرة يعني around دي كلمة واحدة we hear birds احنا بنسمع الطيور singing to around us يعني حولنا يبقى around صفة around a adverb نيجي برضو لحاجة مهمة جداً هو كل حاجة صراحةً مهمة جداً يعني وعشان كده الفيديو بيطول لان احنا بنقول كل حاجة بصراحة يعني ما نفعش نعمل skip على حاجات وما نفعش اديلك المعلومة نقصة لازم تاخد المعلومة كاملة عندي fall feel fail 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 تاني fall feel fall fail fail كلمة fall يعني يسقط او يقع الماضي fell التصريفة الثالث fallen اما كلمة feel يعني يشعر الماضي بتاعها felt التصريفة الثالث زي ما احنا قلنا احيانا يكون الماضي زي التصريف الثالث fail يرسب يفشل يعني واحد يسقط يعني بعد الشهر يعني failed failed اما fail يعني يملأ to fail the battle with water مثلاً تملى الازازة بممية الماضي بتاعها failed ثم التصريفة الثالث failed طيب ما تيجي لحاجات اهم طبعاً كل حاجة مهمة برضو نيجي لجزئية عندي حاجات كتير علشان نخش بعد كده على التدريبات الكتير في صفحة 188 عندي كل ما قابلك حرف جر حط تحتيه خط او معين عندي يعني يصمى مباني اشارة للكهرباء عادي حرف جر يعني يعني يقوم بعمل تنبؤات مش دو خلي بالك تحت البحر اده حرف جر على سطح القمر ما تقوليش فين وفين مش عارف ايه هنا بتتقل كده على سطح القمر يستمع بحرس او بعناي حرف في الماضي او في قديم الزمان يسقط من السطح الى اي مدى خلي بالك دي يعني يعمل على انجاز مشروع خلي بالك حرف جر يعني يسقط على ايه الارض نيجي بعد كده الجزئية يعني ثلج كثيف تقيل كتير ممكن تبقى يحتفظ على حسب ازا كانت يحتفظ بالدفع ازا كانت يحتفظ بالبرودة زي مواد اقل زي ما احنا شفناه بالجزئة اللي فات كم هو شيء رائع منازل المستقبل عندي يولد او يحصل على القهرباء خلي بالك ما ترجمش حرفي هنا لما ييجي قبلها يعني يولد توليد الكهرباء عندي يعني يعني نفس الحاجة عندي اللي هو يقوم بعمل المنزل عندي يعني 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 اللي هو يشبه مثلا هو يشبه والده عندك يستخدم تلفون عندي يعني يحترس يعني خلي باك لما قلنا في الواحدة اللي فاتت لما كنت بقول لك العربية تتخبط وتبوز نيجي بعد كده للتدريبات بقى دلوقتي مر حوالي 22 دقيقة ونبدأ التدريبات افتح صفحتك 188 عندي يعني الخشب الحديد الحاجات دي كلها مواد طبعا مش هترجم لك ده خلاص بقى انت عرفت وانت بقيت شاطر انه دول ماتيريال بعد كده عندي نمبر 2 مش هستخدموا البترول او البنزين في المستقبل يبقى يستخدموا بلاستيك الهواليكتريك طوي جاس كارز طبعا هيلا الكتريك كارز بعد كده نمبر ثري سبيس هل بس تو بروديوس الاكتريس ايه الحاجة اللي بتساعدنا بتوليد القارباء عندي روبوت روبوت سولار بانيلز سويمينج بولز عندي كامراز طبعا دي سعلي جدا السولار البانيلز اللي هو الالواحي الشمسية قلب معايا الصفحة بيج 189 صفحة 189 نمبر فور سبيس ديزاين نيو بلديك امين اللي بيصمموا مباني جديدة تيتشورز دوكتورز كاربينترز اركتكت 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 اللي هو المهندس المعمري بعد كي نمبر فايف سبيس كارز كارز جو طالما طبعا هنا ايه بعد كده بعض المنازل بتقع يعني تتساوب الارض تبوز تتدمر يعني طبعا بعد الارث كويك اللي ازلزال نيجي بعد كده كل ما هي تدريبات كتاب المدرسة الو ب ار اس بي this is a round shape طالما is round shape it's a circle عندك triangle يعني مثلس طبعا round يعني دائري خليباك round already صفة يعني فلازم 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 تقول it's a square طبعا square اللي مربع طبعا يبقى it's a circle يبقى دائرة بعد كده this is a space shape it's a rectangle طالما rectangle يبقى شكل rectangular round triangular rectangular rectangular circle يبقى طالما هنا rectangular يعني مستطيل الشكل بعد كده number nine a nice temperature that is cold but not too cold or is not too cold مش برد قوي is cold خلي بالك احنا قلناها دي من شوية لما كنا بنحل أو بنشرح انا cool خلي بالك دي اللي تحتها مختلفة عندي a nice temperature that is hot حار ساخن but not too hot مش ب مش سخنة قوي يعني is cold is cold warm يعني دافئ بعد كده number eleven driveless cars will be space there will not be any accidents يبقى طالما فيه مش يبقى فيه حوادث يبقى هنا عندي more dangerous worse safer عندي bigger طبيعي هنا تبقى safer safer يعني ايه اكثر ايه امانا نكمل مع بعض التدريبات كتاب المعاصر عند 12 مش عايزك تقول زهقت من الفيديو طول الفيديو يعني لان كل حاجة في مصلحتك انا عارف انا مقتنع ان هو يعني الفيديوهات طبعا اكيد تكون مفيدة ليك بس يعني هو طول الفيديو يعني مش بايدي يعني انا عايزك ادي لك كل حاجة number 12 students in the future الطلبة في المستقبل will not you not will not need to go to school مش هيروح المدارس ليه they will depend on robot painters cookers teachers عندي ايه doctors طبعا الكلام ده ايه robot teachers ان شاء الله number 13 in a or an space house is a round house in canada it's made of ice طالما قلت it's made of ice عندي هنا cave عندي yort عندي igloo عندي ايه عندي tent وطبعا هنا ايه igloo بعد كده nail armstrong was the first to walk space the moon يمشي nail armstrong كان اول من يسير على سطح القمر طالما هنا at under with يبقى on the moon على سطح القمر عندي number 15 scientists space predictions for the future everyday خلي بالك طالما قلنا prediction قلنا بناخد مع ايه take see do make make predictions or predict عندي it's easy to space warm or cool in round houses خلي بالك قبل warm اللي احنا قلنا ايه get keep give or take طبعا قلنا ايه to keep ايه warm يعني احتفظ بالدفق طيب ما تيجي مستر واجد بقى خلاص يعني انا اعتقد يعني كده 27 ديها تقريبا كده كفاء او على الكلمات وحل التدريبات نيجي دلوقت الجزئية grammar خلي بالك هنا بنقول عليها خلي بالك هتيجي تقول يا مستر واجد ما احنا خدنا قبل كده في يونت افكرك خدنا وهقولك الفرق بين استخدام بس خلي بالك ناخد التكوين والجملة المثبتة والمنفية وبعد كده هفكرك باللي فات عندي بستخدم بستخدمها للتعبير عن المستقبل خلي بالك انا عندي هنا سبجيكت اللي هو الفاعل ايا كان كلهم مفيش مشكلة خلي بكده الكلام ده في الجملة المثبتة بيبقى زائد الفعل في المصدر سادة من غير زيادة عندي هو السوف يذهب الى حديقة الحاوال يبقى زائد الفعل في المصدر بدون اي اضافات طيب لو الجملة منفية يا مستر واجدي هتبقى الويل تبقى will not or want برضو نفس الكلام هيجي بعدها فعل في المصدر دي الجملة الخبرية المثبتة يبقى قولك هي will not go to school tomorrow هو مش هيروح المدرسة بكرة او she will not go to school tomorrow هي مش هتروح المدرسة بكرة ولو انت مش هتروح المدرسة بكرة تقول I will not go to school tomorrow دي الجملة المثبتة والجملة المنفية طيب ما تيجي في السؤال او الجزئية اللي هي yes or no question لو هل اي حاجة yes or no question بنقول عليها هل بنجيب will الاول وبعد كده الفاعل ايا كان I he she it we you they وبعد كده برضو الفعل في المصدر وتكمل الكلام وبعدين تحط علامة الاستفاهم دي دي اسمه interrogative interrogative لوصيغة الاستفاهم will you play football with me هل سوف تلعب كرة معي yes I will no I will not على حسب لو جوابت بyes تقول yes I will لو جوابت بno no I will not خلي بالك انا عندي في السؤال يبقى will وبعد كده الفاعل ثم الفعل في المصدر يعني الفاعل بيتحشر يشماله يساره will ويمينه الفعل في المصدر ممكن نسأل برضو will بس بحاجة اسمه question word question word قد تكون what where when وهكذا or how كمان ممكن بنجيب نجيب عندي وبعد كده ويل وبعد كده الفاعل ثم الفاعل في المصدر انا عاوزك تركيزلي على جزئية الفاعل في المصدر دي اللي نتقابلنا كتير what will you eat for lunch what will you eat for lunch هتاكل ايه في واجبة الغدا يبقى what وبعد كده ويل وبعد كده الفاعل ثم الفاعل في ايه المصدر طيب نيجي الاستخدام will زائد الفاعل في المصدر قبل ما انا ادخل على هذه الجزئية عاوز افكرك بيونت ناين اللي كان باستخدام برضو سوف برضو مستقبل بس في عجالة كده انا كنت باستخدم لو رجعت لكتاب المعاصر صفحة مية واحد وعشرين في الدرسين الاول والثاني ولو بصيت على حرف هتلاقي في رابط كده في هذا الفيديو وبرضو هسيبولك في رابط ايه في صندوق الوصف كنا بنستخدم صيغة عندي التخطيط او النية لعمل شيئا ما لما كنت بتقول يعني عندي خطة او نية هزور علي بكرة حاجة تانية خلي بالك التخطيط ده بيبقى فيه كلمة وهكذا رقم اتنين كنا بنستخدم للتنبؤ بالمستقبل مع وجود دليل خلي بالك علشان هنا النهاردة اللي كان بدون بدليل لما كنت بقول لك بص على السماء كده الصعب السوداء خيبك ما كناش بنقول كنا بنقول الحالة التالتة كنا بنستخدمها برضو لأحداث على وشك الوقوع لما كنت بقول لك دي استخدامات التلاتة اللي كانت في عندي هنا استخدام شوف بقى الاستخدامات طبعا فيه استخدامات كتير ولما يجي لك في الامتحان هل هتستخدم زائد زائد المصدر زي ما احنا بنقول عند التنبؤ بقى حداث في المستقبل بدون دليل انسى بقى الدليل كان هناك ده بدون دليل واضح على حدوث الشيء هتلاقي كلمة انا متأكد كذا اي اكسباكت يعتقد هوب يتمنى محتمل من المحتمل لو هتلاقي الكلمات دي موجودة استخدم معها والوانت مغاما خلي بالك عندك انا اعتقد ان الجو هيبقى لطيف بعدين خلي بالك يقول لك هنا في هذه الجملة اتحدث عن رأي انا رأي انا رأي انا اعتقد يعني الجو هيبقى كذا في التقس ولكن ليس معي دليل خلي باك هناك الدليل كان ايه كان الصعب السوداء لكن انا مش معي دليل اذا ما كان التقس سيكون لطيفا ام لا ما عرفش كما يمكن ان يستخدم خلي بالك في حاجة ايه القرار السريع لاحظة الكلام انا جاعة دلوقتي انا عاوز اكل التليفون دلوقتي الموبايل لو رن مش هوقطع التسجيل خلي بالك يعني انا سيبه يرن المهم انت هل كنت تعرف ان الموبايل بتاعك يرن يبقى the phone is ringing i will answer it هرد عليه عندي عندي طلب شيء من شخص انا اطلب منك حاجة معينة will you shut the door please will you shut the window please will you give me some water please ده بطلب منك حاجة الحاجة التالتة عند عرض او تقديم انا اعرض عليك بقى حاجة i will help you with your homework انا ساعدك في عمل الوجب بتاعك اولك i will help مش i am going to احنا مش مخططين ومزبطين والحركات وشو الوزد دي لا عرض تقديم حاجة دلوقتي i will help you with your homework حاجة مش عارفها اقولك انا هساعدك طيب يلا ساعدك ايبقى i will help you بعد كده facts in the future اللي حقق ذكر حقيقة في المستقبل next year i will be 17 years old انت السنة دي 16 سنة ان شاء الله يعني عمره الطويل السنة الجاية تبقى 17 اللي بعداته تمنتاشر تسعتاش وها كده يبقى next year i will be 17 years ايه years old ذكرى حقيقة مستقبلية بنستخدم معاها ايه ويل طيب ما تيجي بعد كده بعد ما قلنا شوية الحاجات البسيطة دي البسيطة والمهمة نحل التدريبات اللي على ويل خلي بالك هنا مش يختلط عليك الامر ما بين ويل ما بين استخدام ويل وجوينج تو ليه لان هنا جايب لك على ويل بس وهناك كان جايب لك على ويل بس لكن في الامتحان ايجيب لك ممكن يجيب لك في الاختيارات وحدة ويل وحدة ويل زي ما هنشوف ببعض الجمل عندي عندي طبعا كل الدرس على ويل عندي خلي بالك كل الكلمات دي في الدرس يبقى يجيب بعدها مصدر طبعا في نافية دي يوزز في اس يوزنج في انجي يبقى هنا يوز خلي بالك دي حاجات سهلة وبسيطة يبقى ويل بعدها مصدر يبقى دي مش بي مش بي مش تو بي يبقى هنا الكلام ده خلي بالك في صفحة مية واحد وتسعين صفحة مية اتنين وتسعين عندك طالما هنا في بعدها مصدر خلي بالك انا عايزك تعرف الفعل في المصدر سادة من غير زيادة اه هو من غير زيادة اه هو كده سادة من غير اي حاجة من اجرى اي حاجة يعني جت لأماضي جت جت في اس جتنج في انجي يبقى هنا ايه جت لكن نمبر 5 اي تنج طالما اي تنج يبقى وي وي كذا يبقى اي تنج وي سبس مورك ربوط in our schools are having will have are going to have have خلي بالك تيجي تقول لي are going to have طالما في اي تنج يبقى تيجر على will have number 6 in 20 80 you space go to the beach for your holiday will not will not be will not have will have يبقى won't زي قدر فعل في المصدر خلي بالك المصدر اهو يبقى تقول لي will not go number 7 we will all we will all space driverless car يبقى برضو هتستخدم الفعل في المصدر فعل في المصدر خلاص احنا عرفنا شكله من غير الاس من غير الان جي من غير ايه دي 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 يعني عشان كانت اخر ايه يبقى هنا ايه يوز تيجب بعدك number 8 what will the houses خلي بالك what وبعد كده ويل وبعد كده الفعل ثم الفعل في المصدر like in the future looks look looked looking خلاص بقى احنا شطرين نتشطرنا بقى will she مصدر will she space a garden on the roof will she has had having have have طبعا having لأ خلي بالك ما تغلطش في الجزئية دي هنا will she have will she have علشان بعد كده واحد يجي يقول لي يا مصدر واحد دي الشي بتاخد هاز اقول لك دي في السؤال هنا will بعد كده الفعل ثم الفعل في المصدر اقول لك ان have مصدر have has مصدر have have had مصدر have علشان احنا لما بنجيجي نرشع بنقول لك النهار ده هناخد verb to have انت سمعت حد كده بيقول لك هناخد النهار ده verb to has verb to has هناخد verb to have had هناخد verb to have هناخد verb to be هناخد verb to do مثلا يبقى will she have بعد كنمبر تان i think طالما فيها think that drones bring our food and the parcels in twenty eighty طالما فيها think يبقى will خلي بالك will زائد الفعل في المصدر يبقى هنا i think that drones will bring our food and the parcels in twenty eighty خلي بالك هنا will مش are going to بعد كده طبعا انا قلت لك احنا معا كاملين معك كل تدريبات انا ممكن ان الفيديو هنا دلوقتي ولكن انا حل معك كل حاجة زي معتك رغم المرور سبعة وثلاثين دقيقة يعني نتوقع عن الفيديو كده ممكن يكون خمسة واربعين دقيقة read and correct the underlined words عندي number one what materials will the houses being made of طبعا the being يبقى طبيعي هتبقى هنا ايه هتبقى بي شي للآين جي اختصر معا في الوقت خلي بالك يبقى هنا بي number two we will not goes to the moon will not goes ده كلام برضو شي للإيأس يبقى go we will not go number three the journey will took only 12 hours يعني الرحلة سوف تستغرق سوف تاخد يبقى take خلي بالك هنا take t-a-k-e t-a-k-e لأن الفعل في المصدر عندي number four what will holidays be like in the future يبقى what will holidays be خلي بالك المصدر نيجل تدريبات المعاصر خلي بالك الكلام ده صفحة 192 perhaps he call me to visit our friend tomorrow طالما هنا he يبقى لازم تقول will call انت ما إلا أنك عليك هتقول will apostrophe LL وتحتفظ بcall will call بعد كده last year السنة اللي فاتت we will buy a new car ما السنة اللي فاتت ازاي وإحنا هنشتري عربية جديدة يبقى هنا last year يبقى بدأ last هتبقى next يبقى هنا ايه next year بعد كده do you bring me a cup of coffee please طبعا وبدل do تبقى will خلي بقى كده will فيه ندور دور على will بقى وكتبها W I L بعد كده number 8 what will happens next what will happens في حاجة اسمع what will happens فيها S برضو يبقى what will what will happen number 9 will we to build houses on the moon خلي بالك احنا كنا بنقول will وبعد كده we وبعد كده الفعل في المصدر الفعل في المصدر خلي بالك يا مستر واجدي في نافيته يبقى نحزف يبقى will we build houses on the moon نيجي بعد كده خلي بالك انا بحل لك كل التدريبات الجزئية طبعا مش هتجي لك انت في في الامتحان في شهر ابريل ولكن انا عايز ادي لك كل حاجة عندك هتقرى جزء حد يقوله لك اختك اختك ممتك باباك اخوك اي حد هتشوف الاجابات هنا اللي هي number one عندي the tickets is about things that will happen طبعا in the future يعني ممكن تخمن اصلا سواء تخمن لازم حد يقولك number two هتلاقيها robots robots وبعد كده عندي number three عندي plastic we will build houses using plastic bricks بعد كده عندي number four هتاخد plastic bricks plastic bricks نيك بعد كده الجزئية مهمة جدا وهي complete the following diyalog هتيجي تقول لي مش هتيجي في الامتحان اقولك انا عايز افيدك بقى سيبك من الحركات دي وستة جمل بتاع ابريل دول complete the following diyalog ان كامل diyalog between احمد اندرامي احمد ورامي are talking about their future homes البيوت اللي في المستقبل ان شاء الله احمد وات شير جاب يا احمد اه فرامي بيقول له i am an طالما قالك an يبقى لازم الحاجة دي تبدأ بحرف المتحرك هنا الوظيفة فرح قاله ما عرفش ايه كده وبعدين هيسأله سؤال does an architect do طالما قالك an architect يبقى كده هو قاله i am an architect انا مهندس معماري وطبيعة هيقول له طب المهندس معماري ده بيعمل ايه طب كلمة يعمل ايه ماذا ماذا تقولها ازاي هتقول what does an architect do فبيقول له رامي بيكمل المسيرة بقى معلش انا بقول ده بسرعة شوية an architect اه designs بيصمم new buildings احمد بيقول له what are you doing what are you doing اذا موم انت بتعمل ايه في الفترة دي يعني مش دلوقتي اللي هو دلوقتي لا i am designing a new a new ايه ما عرفش a new ايه بصراحة يعني ايه بتصمم حاجة جديدة او واو احمد بيقول له a house معقولة بيت اكيد قال له i am designing a new house لازم هيقول له i am designing a new ايه a new house how about the gardens تبقى الجنين والحضاء هتبقى ايه شكلها the gardens will be space on the roof تبقى البي ايه هتبقى على السطح يبقى البي ايه on the roof on the roof طبعا هنا ممكن ايه نكتب هنا ايه on on the roof بعد كده هيقول له هنا لما راد الرامي بيقول له because there will not be much space يبقى طبعا لازم هنا هيقول له ايه why هنا هيقول له why لماذا why يعني ايه لماذا نيجب بعد كده الجزئية تشوز تشوز اذا ايه correct answer from a b c or c when the turbines will make will make ايها سوف اتولد الايه when turbines electricity drones sound clouds يبقى هنا ايه electricity بعد كده number two solar panels get their energy energy from that يعني solar panels الوحش شمسية will get or get their energy from that طبعا طاقة شمسية moon sun planet عندي earth يبقى هنا ايه sun بعد كده نيجب number three space cars have no drivers طالما have no drivers يبقى هنا عندي old electric driverless fashionable يبقى هنا ايه driverless انا وعدتك بخمسة وثلاثين دي اه خمسة واربين دي اصري number four space can leave the earth to the moon rackets guns planes rockets طبعا اتفعنا في الجزء الرياء كان ايه rockets بعد كده number five when there is a or n space we feel the ground suddenly moves الارض بتتحرك فجأة كده زلزال volcano earthquake wind storm يبقى هنا عندي ايه earthquake بعد كده number six the opposite of the word cool عكس كلمة cool يبقى هنا ايه كلمة warm warm خلي بالك warm دي يعني دودة هنا warm يعني دافئ تمام عندك warm الكلمة يتنطق warm يعني دودة عندك hot عندك rainy يبقى عكس ايه warm بعد كده number seven there will be space for electric cars next to the houses هيبقى في ايه للسيارات الكربائية next to our houses chargers and the freezers and the fridges and the drinks يبقى هنا chargers chargers يعني شواحن يعني بعد كده number eight I think there طالما I think يبقى there space robot teachers in the future يبقى there will be will هنا عندك be there will be there will be robot teachers بعد كده number nine will there space ordinary mobiles in the future will there طالما will there يبقى هنا يبقى verb to be اللي هي will there be ordinary mobiles in the future بعد كده عندي اخر جملة I think they or sorry I think we will space electric cars I think we will يبقى مصدر خلاص طالما مصدر انت تبص على دول هتلاقي we will use بعد كده read and correct the underlined words طالما الكلام دائما موجود صاحة 195 will we will we have خلاص انس تود will we have driverless cars بعد كده number two I think there aren't طالما there aren't there will not be driverless cars will not w o in t بعد كده three حاتم will not يأتي بعدها مصدر يبقى حاتم will not go to the museum بعد كده number four I think we I think we have more robots in our school in 20 80 20 80 يبقى I think we will have خلي بلاك إثبت على have يبقى برضو هتقول will apostrophe L L طبعا السؤال الأخير ومجابعا هو في نهاية الكتاب صفح التلتمية وتلاتين الكلام أو الparagraph ده عن وطبعا أنا أمسور أجين يعني دلوقتي أنا طولت أو في الفيديو ودلوقتي داخلين على 46 وربعين دقيقة أعتقد كده كويس قوي لأن التعبيرات وحلينا كل التدريبات بالإضافة إلى جزئتي الجرامر ألتقي بكم في فيديو لاحق إن شاء الله هنشرح الدرسينا الخامس والسادس الوحدة العاشرة وبعد كده نعمل مراجعة الوحدة التسعة والعشرة استعدادا لامتحان إبريل 2021